اشتركوا في القناة لكن ده مخفيف عن الفنان احمد حلمي اللي عودنا بتعليقاته المختلفة علق الفنان احمد حلمي على البوستر الجديد للفيلم الجديد للفنانة مونة زكي اللي مكتوب عليه اكيد في حد هيسأل علي وقال لها مانا بكلمك مو بترديش تاني خبر ترند معنا النهاردة هو عن الفنان محمد كريم اللي نشر صور لعربيته هي متكسرة وقال ان ده ناتج عن حادث سير عمله في امريكا وهو سائل عربية على طريق الجبال هناك تاني خبر مشترند معنا النهاردة هو عن بوست كتابته الاعلامية اسمه شريف مونير الحقيقة البوست استوقفنا جدا وحابين ناخد رأيكم فيه بتقول فيه انها بتحب تامر حسني جدا كمغني وكمكتهد في التمثيل كمان بتحترم محمد رمضان لانه تعب جدا على ما وصل فبتحترم نجاحه جدا الحقيقة انها بتقول انها استغرابت قوي لما لقيت ان تامر حسني واخد اعلى توزيع ومحمد رمضان واخد اعلى سعر كمغني فبتقول حست ان المعايير اختلفت وان كمان مقيس نجاح بقت مش واضحة للجيل بتاعنا وقالت انتو شايفين ايه؟ ياريت تكتبونا في الكومنتات انتو شايفين ايه؟ تالت خبر ترند معنا النهاردة هو عن كريستيان ورونالدو اللي تعرض لفحوصات كورونا الايام اللي فاتت وكل الجمهور كان قلقان عليه الحمد لله الفحوصات طلعت سلبية وهو سليم ورجع تاني لمجموعات التدريبات تالت خبر مش ترند معنا النهاردة هو عن الفنان محمود الليسي اللي ظهر في فيديو على حسابه على الانستجرام طمن فيه جمهوره عليه وعلى اسرته واعلن شفاقه من الكورونا منقوله الف حمد لله على السلامة بس الظريف في الموضوع ان محمود الليسي لازم يحط التاتش الكوميدي وقاعد يهزر مع الناس على شكل الدوجلس بتاعته وعلى شكل شعره عشان بقاله كتير جدا مراحش للحلات أسف لبشاعة الدوجلس الخبر ده مش ترند بس ممكن جدا يبقى ترند استنونا الجمعة الجاية اشتركوا في القناة